اشتركوا في القناة إلا بالعلم وتحصيله قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة يكفي أهل العلم شرفا وفضيلة ونبلة أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته جل في علاه في أعظم مشهود به ألا وهو توحيده سبحانه قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم كان الأستاذ الدكتور وليد العلي رحمه الله تعالى نقي العقيدة على معتقد السلف الصالح في العبادة والأسماء والصفات وفي التعامل مع ولاة الأمر وفي النصح للمسلمين فيدعو لهم ويحسن الظن ولا يؤلب عليهم الناس ويحذر من الخروج على الحكام على ما درج عليه السلف الصالح كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والأئمة الأربعة عمومة وعلماء الإسلام من أهل الفقه والإتقان رحمهم الله جميعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معكم يوسف العلي الشقيق الأصغر للشهيد رحمة الله عليه الدكتور وليد العلي اليوم إن شاء الله سأتكلم عن بعض الأمور الشخصية في حياة وليد أخوه رحمة الله عليه ومثل ما أنا دائما أقول وليد أخوه رحمة الله عليه هو بالنهاية إنسان الإنسان هذا يفرح ويحزن يسعى ويشتهد ويتعب ويطمح لكن هذا كله كان في إطار القرآن الكريم وإطار السن النبوية ما كان يخرج عن هذا الإطار لا في كلمة يقولها ولا في فعل يفعلها وهذا كان لأثر طيب علينا في حياته وإلى اليوم سبحان الله يعني كأنه كان مدرسة تعلمنا منها بعض الأمور بعض الأمور في علاقتنا مع بعض في تعاملنا مع الناس في كلامنا اللي نقوله في حياتنا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى وفي علاقتنا مع الناس رحمة الله علي أبو عبدالله كان مثل الأخصائي الاجتماعي لجميع أفراد الأسرة والكثير من الناس كان يعني إذا عندنا سر أو موضوع معين أو موضوع حتى في حراج لنا يعني كنا نتجه له يعني بعض الأمور تكون صعب يعني تواجه والدك فيها ووالدتك فكنا نروح له ونستشيره هل نقول الموضوع بهالطريقة أو بهالطريقة فكان يرتب لنا الموضوع ويفرش لنا الأرضية حق الوالدين يعني سواء إذا الواحد كان ناوي على زواج أو كان ناوي على مشروع معين ويحس إن الموضوع فيه يعني حساسية أو شي فكان يرتب لنا الأمور رحمة الله عليه يعني حتى أزواجنا إذا كان عندهم بعض المشاكل أو يعني بعض الأمور الخاصة كان يتجهون له أنا أتكلم عن نفسي عن أخواني عن أخوات الكثير من الناس كانوا يأخذون مننا الطريقة المناسبة لحل هذا الموضوع جانب آخر ودي أتكلم عنه علاقته بالدينه يعني التفاصيل التفاصيل يعني يقول لي عمار مثل والد الكريمة تحب نصف الأغراض بهذه الطريقة هذه ما تعجبها بشذي تفضل هذا الصنف على مثلا على الريوق فيحرص عليه تلاقي باتصال بعدين برسالة رقيقة جميلة وبليغ يعني يختار أفضل الكلمات وأجملها وألطفها بعدين تلاقي هم يكلف أحد يتابع الموضوع بس فقط عشان شنو يعني بره بوالدين شلون وده يسعدهم أقصى سعادة فيحرص على الجميع وعلى الكل ويتواصل عشان بس شغلة بسيطة ولا موقف ولا شغلة ولا مثلا حطة معينة أو صنف معين وده الكل يتواجد مثلا يحبون الكل يكون موجودين قبل الوالد فيتصل عليهم كله علينا كلنا وعلى واحد واحد يذكرنا برسالة ويكلف واحد يتابع الجميع يكونوا موجودين لاستقبال الوالد لأنه يحب يشوفنا كلنا موجودين بهاليوم رحمة الله عليه يعني حتى لو كان فيه اختلاف بوجهة النظر ما كان يقلل من وجهة نظرك كان يعني يثني عليها وبالنسبة لوجهة نظرك كان يبينها بطريقة أنه يعني فيه مجال أنك تختار وجهة نظرك دون أن يقلل من وجهة نظرك كان يحترم الجميع ما أذكر يوم من الأيام زع على أحد يعني ما أذكر يوم من الأيام أنه زع على أحد يعني حتى لو أنت تزعل منه وشاف أنه يعني أنت مستحي أنك تي تعتذر أو شيء هو كان يبادر يبسط الأمور يعني حتى إذا كان يبيعتب عليك كان يعتب بطريقة يخجلك فيها يعني يحسسك أنه ما في شيء بس هو عطبان عليك وطريقة مؤدبة ومهذبة يعني يخلي الموضوع وكأنه لم يكن سبحان الله يعني يعني أينما ذهب يترك أثر يعني أي مجلس يدخلها من يطلع تلقى الناس تتكلم عنه بالذكر الزين يعني يترك الاحترامة ويجبر الجميع أن يحترمونا لأنه يعطي كل واحد حقه وتقديره كان الأستاذ الدكتور وليد العلي رحمه الله تعالى مخلصا في عبادته ولا نزكي على الله أحدا فكان رحمه الله تعالى محبا للصيام محافظا عليه فكان يصوم شعبان ثم بعد صيام رمضان يصوم ستا من شوال ثم يشرع في صيام الاثنين والخميس والأيام البيض والمحرم ثم إنه كان متابعا بين الحج والعمرة فلا يذكر مذعرف أنه فاته حج سنة من السنوات هذا عدا عن العشر الأواخر من رمضان وعمرته وتردده بين مكة والمدينة وكان هذا سمته منذ أن كان يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كان رحمه الله مثالا متميزا في التزامه وعبادته إذا رأيت صلاته أعجبك طولها وإذا تأملت صيامه خيل إليك أنه لا يكاد يفطر كان رحمه الله كما شهد له المقربون يمتاز بقوة حفظه للقرآن ويراجع جزئين يوميا غيبا ممكن علاقتي مع وليد أخوي خنقول هي علاقة ثلاثية الأبعاد بحكم فارق السن اللي بينه وبينه أحياناً هو أخوي الكبير وأحياناً يكون صديقي وأعزي أصدقائي وأحياناً يكون دكتوري اللي في الجامعة فهذه العلاقة تتغير على حسب المواقف وليد أخوي سبحان الله كأنه كان يطبق أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في حياته اليومية وما يخرج عنه هذه الأحاديث مثلاً النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته فوليد أخوي رحمة الله عليه كان من أكثر الناس اللي أنا عشت معاهم اللي يسعون في تلبية حاجة الناس إذا كان عندك مثلاً أمر لا قدر الله يعني في صعوبات ومقدر أنك تحله كان أول شخص يلقى يمك يسعى ويحاول يشتد أن يحلك هذا الأمر أيضاً فيه أمور الفرح يعني سنقول مثلاً أنا بالأخت عمر العشرين ويعني طلبت منها قتلة ودي أنك تكون واسطة بيني وبين والدين الكريمين ودي والله أنا مثلاً أتزوج فتلقاه يسعى ويسأل ويشتهد ما يرتاح إلا لمن يحقق لك مطلبك رحمة الله عليه يعني من المواقف اللي صارت بيني وبينها سنة 2016 كنت مسافر بره لكويت أنا وأسرتي كنت تحديداً في أمريكا وجاتني رسالة قال لي أشفيك مع محمد وولدك طبعاً استغربت أنا لأنه كان صار حدث بيني وبين محمد وولدي وعلى طول دقيته على أبو عبد الله رحمة الله عليه فما أغد عليه أغسل لي أغساله قال لي أنا شفت رؤية وأول مرة يعني أشوفك برؤية أنت ومحمد وأنت مزع المحمد وولدك وصحيح كان فيه يعني يعني صار أمر بيني وبين محمد وولدي وكان فيه زعل في يبدو أنه ما كان يقدر يرد على غسالة يعني اللي فهمت منه كانت الرؤية كانت شوي مزعجة وخانقتها العبرة فقال لي الحين تصور أنت ومحمد وترسل لي الصورة هذه الصورة موجودة عندي موجودة بالحوار بيني وبيني بالواتساب ما أعرف شلون يعني حسب الموضوع رحمة الله عليه يعني كان يحب عيالنا كلهم الأحفاد كلهم كلهم يعني مني يلبيت يلملمهم كلهم يصور إياهم يعني تلفون كان مليء بصور الأحفاد يمكن أنا شخصيا ما عندي ولا صورة معه بروحنا بس جميع الأحفاد يعني أمصوروا معهم آخر صورة بيني وبيني كنت بصور أنا والوالد والوالدة واختي الكبيرة فإيه تصور فدش بالصورة فقلت له أبدالله بصور مع الوالدين أم أحمد فقال لي لا لا خل خل الصورة خلني أجيش في الصورة أنت يعني يعني تحتاجها الصورة راح أكون فيها ما هذه كانت آخر صورة يعني أصورها و كان موجود فيها رحمة الله عليه كان الأستاذ الدكتور وليد العلي رحمه الله تعالى مثالا متميزا في منهجه فقد عرف بالوسطية والاعتدال كان وسطا بين الغالي والجافي يمقط التحزب لا يخوض في التصنيف ولا يتبع الأسلوب العنيف كارها للتعصب المذهبي داعيا على الدوام إلى جمع كلمة المسلمين والدعوة إلى لم شمل ما تمزق من أرجاء الأمة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة فيتكلم دون تقليد لهؤلاء الأئمة ولا انقياد وكان رحمه الله تعالى يثني على جهود علماء المذاهب الفقهية ويقدر عاليا جهودهم في ضبط الدين وحفظ مسائله ويستهجن ممن اتبع غير نهج هؤلاء الأئمة الأعلام ونصب نفسه هاديا للأنام اليوم راح أتكلم عن زيارته لنا في أستراليا كانت بيوما بين الفصلين بتكلم عن ثلاثة جوانب يمكن تخفى على السادة المشاهدين الجانب الأول الشون هو كان منظم ومنجز زارنا رحمة الله عليه ثلاثة عشر يوم فقط في سدني تبارك الرحمن في هذه الأيام من أول يوم حج جدولة بالكامل من أول يوم إلى يوم السفر خطب جمعتين أعطى دورتين شرعيتين حق الدعاة اللي هناك وحق المهتدين الجدد أيضا حرص أن يلتقي مع طلب الكويتيين المبتعثين في أستراليا كذلك قدم برنامجين إذاعيين في الإذاعة الإسلامية في أستراليا وحرص على لقاء معظم الشخصيات الرئيسية هناك كذلك من أعرفوا أنه موجود كان يتواصلون ويا المؤسسات اللي ودهم يتعاونون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت فاجتمع أيضا مع ثلاثة وأربع مؤسسات من باب التعاون ويشوف اللي عندهم ويوصلها للإخوان المسؤولين والوزراء في الكويت فتبارك الرحمن يعني ما فيه أتوقع دقيقة كانت الضيع عليه في أستراليا أنجز تبارك الرحمن واحد من أبحاثه للترقية صار أستاذ دكتور بعد زيارته لنا أيضا كذلك كان الورد الورد اليوم كان يقرأ ثلاثة أجزاء تقريبا في اليوم أي فسحة من الوقت سواء كنا بالسيارة من تضرين أحد كان على طول تلاقي إلهي يقرأ الورد هذا كذلك من الأشياء الجميلة جدا أنه كان ذكي اجتماعيا يشعر كل شخص بأهميته والتركيز معاه ويشوف يعني يناديه بأجمل الأسماء له ويلخص كلامه بعد ما يقوله يبين لك أنه مهتم بهذا الشخص بشكل رئيسي كذلك بعد ما يلتقي فيه يرسل له رسالة نحن نسميها يمكن بالإدارة والتسويق كاستمايزيشن يعطيه بالاسم بالضبط وشنو يذكر يعني يذكر الأشياء أو الجوانب الجميلة اللي شافها بشخصه الكريم أو بالمؤسسة اللي زارها أو بالمكان أو باللقاء اللي شافه كذلك يعني كان يهتم بالتفاصيل بكل شخص أو كل مكان أو كل شي إذا زار هذا المكان أو المعلم السياحي يلاحظ ما شاء الله هذا يتميز بهذا الجانب أهني بهذا المكان هذا الشعب غير عن الدولة ذي كان رحمة الله عليه كثير السفر يعني سافر 44 دولة من ضمنهم استراليا فكان تبارك الرحمن على طول يقارن وينتبه حق عادات الشعوب حق الأماكن الرئيسية في كل دولة يمكن راح أتكلم عن شغلة ثانية قصة شخصية هذه يعني من الشغلات اللي تبين أيضاً ذكاء الاجتماعي بغى يكرمنا صراحة بدفع الأجار بيعرف هذي شو مبطل معاي الموضوع أول ما بلش معاي قال هنيش كدر تقريباً جيمت البيوت واسعارها والشقق فقعدت أسأله فيها وقال ليش باب دله قال أحب شذي يعني عرف طبيعة اقتصاد البلد وطبيعة الأسعار والأشياء هذي بعدين يوم جاوبت بعض التفاصيل وكذا قال زي اللي بيأجر شون طريقة البيت شكذر زي الشقة متوسط الأجار الشقة الارخيصة شكذر الغالية شكذر زي تقريباً شقتكم يعني تقريباً شهر بالكويت شكذر انتفاجأ بعد ما سافر وهو بالطيارة يرسل لنا رسالة الظرف موجود في المكان اللي فلاني بالشقة في المبلغ كامل يعني انت مكرمنا في زيارتك ومكرمنا بوقتك ويزاك الله خير ونسنا في غربتنا وفوق هذا كله تدفع لنا أجار شهر كامل وانت قاعد عندنا كم يوم يعني ما أتذكر اني قدرت يمكن أكرمه بهدية بس مرة بحياتي والباجي مستحيل وهو اللي يدفع وهو اللي بادر وهو اللي يكرمنا بعزيمة بهدية بشذي مستحيل ما تحصل نفسه بكرمه وجوده أنا كنت أشوف وليد أخوي هو فعلا دكتور في العقيدة لكني كنت أشوفه دكتور في التربية أشوفه في كيفية تربية الأبناء تربية أيضا لأحفاده كان دكتور في إدارة الوقت ما شاء الله عليه كأنه يومه فيه 72 ساعة ليس 24 ساعة دكتور فيه العلاقات الاجتماعية يعني علاقاتها تبارك الرحمن من القاسي إلى الداني ودليلك على جنازة رحمة الله عليه وكمية الناس اللي حضروا هذه الجنازة فهو دكتور فيه الكثير من الأمور وهذا اللي كان لأثر طيب على النكل نحن كأسرة توفي في الثالث عشر من أغسطس عام 2017 للميلاد إثر هجوم إرهابي بمدينة واقدوغ عاصمة بوركينا فاسو بعد سفره مع الشيخ والداعية فهد الحسين في رحلة لدعوة الناس إلى الإسلام أيضا ما كان يهم الحياة الشخصية كان إنسان مرح يهتم في نفسه يعني يحرص دائما أنه مثلا النادي الرياضي هذا ما يهمله كان حريص في اختياره في كلماته حريص في علاقتنا احنا مع الوالد الكريم والوالد الكريم يحرص ونبهنا اسلوبه طريقته في المدح وفي العتب يعني هذا كله كان لأثر طيب علينا رحمة الله عليه صعب أن الواحد يختزل صفات وشخصية ويريد أخوي والمواقف اللي مرينا فيها معاه في دقائق معدودة لكن الكلام هذا احنا نقوله مو بس من باب الاستناس لكن من باب التذكير أذكر نفسي وأذكر المشاهد في كيف أن أنت ممكن تعيش حياتك من خلال تطبيق أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وما تخرج عن هذا الإطار الكريم يعني كان مشجع للشباب نحن نسميه نصدر الشباب كان يحرص على الأدب مع أيضا الخدم والسواق والجيران علاقتها مع طلبتها ما كنا نشوفها كدكتور في الجامعة وفعلا دكتورنا لكن نشوفها كأن أخونا الكبير يعني بعض الأمور كان يحرص عليها مثلا كنا كدكتور ويشجع طلبتها في الجامعة بعض الأساليب اللي كان يتبعها في إعطاء خذ نقول اللي نسميه درجات الإضافية فكان يقول اللي أمه وابوه راضين عنه ويسولي لرسالة أكدو اللي فيه انهم راضين عنه هذا له درجات إضافية الشخص اللي يشهد الله تعالى أنه يصلي كل يوم الفجر في المسجد هذا له درجات إضافية الطالب اللي يحفظ جزء عمه له درجات إضافية فكان يحرص أنه نستفيد من باب الدين وأيضا نستفيد من باب الدرجات العلمية وما أنسى آخر وصية وصانية رحمة الله عليه هذه آخر مكالمة كانت بيني وبينها كان في المطار واتصل فيني يعني مع أنه رحمة الله عليه كانت سفرات كثيرة لكن اتصل فيني وسلم علي كنت أنا حزتها بالدوم قال لي يوسف أنا مسافر قلت له بحفظ الله ورعايته إن شاء الله قال لي أنت الآن خلصت من مشاغلك الصيفية قلت له صح كلامك كان عندي نادي صيف وكذا قال لي شرايك أنا الحين معاي الشيخ محفظ القرآن الكريم شرايك ما تبي تبدي في حفظ القرآن الكريم هذه كانت آخر وصية وصاني عليها أخوي الغالي رحمة الله عليه ابو عبد الله وأسأل الله تعالى أن يرحمه ويخفر له ويجمعنا معاه بالفردوس الأعلى لا شك نحن نفتقد وجود بابد الله يعني بحضوره بجلوسه معانا وصوته لكن يعني ما يخفى الجميع هو موجود بيننا دون جسد يعني أثره موجود في البيت يعني يعني طريقة تعاملة مع الوالدين الكريمين ومع الأخوان وخوات يعني نحاول نقتدي باللي كان يسويه ف يعني رحمة الله عليه ترك أثر فينا شون نتعامل مع الوالدين الكريمين ومع الناس بشكل عام يعني بعض المرات لو نكون مندفعين في بعض الأمور بس منستحضر طيقة تعاملة مع الناس يعني شوية من داخل كأن واحد يوقفك يعني 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 عامل الناس بأخلاقك يعني حتى لو أنت في موقف قوة لا عامل الناس بأخلاقك يعني دائما كان عامل الناس بأخلاقه يعني حتى لو هو معالحق وهو في موقف قوة ما كان ينظر حق الأمور بهالطريقة دائما كان يعني يتعامل مع الصغير ينزل لمستوى أقل ويحدثه يعني طريقة أنه يفهمه وحتى يعني إذا كان واحد كبير بالسن كان يعطيه كل تغديره واحترامه ما كان ينظر أنه والله أنا استاد دكتور وأتكلم بنفس يعني غير مناسب لا دائما كان الكبار السن يعني يحدثهم عمي وبالألقاب اللي هما يحبونها يعني في أمر أغلب ربعي لما يسلمون عليه يحاولون يقبلون راسه من حبهم الشديد له ما كان يخليهم يعني يقول يعني أنا بمعنى أنا أخوكم وأبيكم تعاملوني يعني بأغيحية لا تحسون أن يعني أنا أكبر منكم في العلم أو في السن أو شيء كان يعامل الجميع على نفس المستوى على نفس المصطقة مثلما يقولون رحمة الله عليك يا أبو أبد الله سأل الله يغفر لك ورحمك ويسكنك في السياح جنات يا أبو ترجمة نانسي قنقر